لو بتدار على برنامج يساعدك انك تعمل تصميمات رائع جدا زي دي بالذكاية الاصطناعي بديل للميت جيرني لكن مجاني تماما فالبرنامج بتاع النهاردة هيفيدك كتير البرنامج اللي معنا اسمه بلو وفي الحقيقة البرنامج ده لو عملت سيرش عليه مش هتلاقيه لانه البرنامج ده علشان تدخله لازم دعوة خاصة من حد من الاعضاء فانا حد من قريب دعاني للجروب بدأت ان انا جرب البرنامج وحبيت اعمل الفيديو ده علشان انتو كمان تقدروا تستخدموه البرنامج شبه جدا فاللي عنده خلفية عن هيعرف يستخدمه من غير اي شرح وعلشان تدخل على البرنامج كل اللي انت محتاج تعمله هو انك تدخل على اللينك اللي هتسيبه لك في الوصف بعد ما تقبل الشروط لو ده ظهر لك هتبدأ ان انت تنزل تحت اه على اي واحدة من دي وتدوس على الباك سلاش او من اللي سلاش دي وتكتب بعد كده هيقول لك ايه بتاعك ايه اللي انت عايز الزكاء الاصطناعي يعمله لك في انا ممكن اقول له مثلا السوبرمان the moon is behind unreal engine style cinematic epic fire وبعد كده هبدأ ان انا دوس على enter دلوقتي هبدأ ان هو يشتغل عليه وبعد شوية هلاقي انه التصميم بتاعي يجيه زي ما احنا شايفين كده التصميم بتاعنا اتعمل فهو ترجم بالزبط اللي انا قلته سوبرمان وحطي لي الامر اللي انا طلبه باشكال مختلفة وعمله لي بستايل انريل انجين بالاضاءات بتاعته الرياليستيك او الواقعية اللطيفة طبعا قلت له برضو في فاير فهو عملها كده بالشكل ده طبعا انا عايز ان هو يغير فقدر بسهولة ان انا اقول له اعمل لي محاولة تانية ولو في صورة معينة عجبتني افترض مثلا ان دي كانت كويسة فقدر ان انا اجي اعمل لها up scaling فهيكبرها لي خليها لي بمقاس كبير فقدر ان انا استخدمه للسوشيال ميديا او لاي ان كان الغرض برضو في الجروب هنا في مجموعة من الحاجات اللي ممكن تفيدك دي طبعا الصورة لما كبرت لو بتسأل برضو ازاي ان انت تدي للبرنامج صورتك انت وهو يبدأ ان هو يحولها لك الى صورة كارتونية مثلا زي الحاجات دي فللاسف في الوقت الحالي بلوله مش بيدعم الخاصية دي لكن لما سألناهم قالوا ان هما قريب هيضفوها فتقدر ان انت تقول مثلا اماجين وتحط لينك للصورة بتاعتك بعد كده تقول له انت عايز ايه بالزبط هو هيبدأ ينفزه لك لكن في الوقت الحالي ده مش متاح علشان تجرب برنامج كل انت محتاج تعمله تدخل على اللينك اللي فيه الوصف تدخل السيرفر ديشكورد وتبدأ انك تروح على اي واحدة من يوبيس دول تعمل تكتب اللي انت عايزه وهيبدأ ان هو يعمل لك الديزاين اللي انت طلبته دلوقتي لو عايز تعرف برامج تانية تقدر تستخدمها بالذكاية الاصطناعية لشان تعمل بزنس او انك تكسب فلوس على الانترنت فانا عندي هنا على القناة مجموعة كبيرة من البرامج اللي هربطالك في اخر الفيديو ده وهسيبها لك برضو تحت فيه الوصف هروح تفرج على البرامج دي ولو عندك اي اسئلة طبعا اكتبها لتحت فيه التعليقات